موسيقى شكراً طبعاً على الانترفيو وعلى الاستضافة أعتقد أن السوق السعودي كفندامنتلز أو كأساسيات حيفضل سوق يعني من أقوى وأعمق الأسواق اللي احنا بنتعامل فيها كالمجموعة المالية الماس الربع الأخير من العام فيه أحداث كتيرة جداً عالمية وإقليمية وده حيشهد تذبذبات في أسواق المال عالمياً وأعتقد أن السوق السعودي هيكون جزء من هذه التذبذبات عندنا قرارات خفض الفايدة وده تقريباً يعني أعتقد أن الأول مرة فيه كونسنسس كامل بين كل المستثمرين على أن أسعار الفايدة هتنخفض الكلام هتنخفض ربع أو نص نقطة أساس ولكن أياً كان الاتجاه طالما الاتجاه هو تجاه هبوط في أسعار الفايدة وخفض أعتقد أن ده أورادي جزء كبير من ده في السعر حالياً كما يتم التداول يعني وأنا بتكلم عالمياً يعني عالمياً من ضمن الديبيت أو الحاجات الكتيرة اللي الناس بتتكلم عليها هي الريساشن في اليو اس وإحنا في المجموعة المالية الماس مش بنتوقع ريساشن ممكن نتوقع تذبذبات عالية ولكن ما أعتقدش أن إحنا هنشوف ريساشن بالشكل اللي إحنا أو بالشكل ذهنية المستثمرين بشكل كبير طبعاً الأرقام الوظائف أو التوظيف وأرقام التدخم وأرقام التفصيلية في الاقتصاد الأمريكي محيرة شوية بعض الشيء ولكن بشكل الفايدة في طريقها للمانخفاض ده حينتج عنه بعض التذبذوبات مش حينتج عنه بالضرورة تصحيح كبير لما بيسألوني ساعات بيقولوا أنت يعني هل إحنا شايفين 2008 تاني جبن أن فيه أسعار فايدة كتيرة وممكن يبقى فيه سيستاميك ريسك كبير في قطاع البنكي أو كده أنا أعتقد أن إحنا بعيدة عن الفترة دي بشكل كبير إحنا ممكن نبقى أكتر 2001 مش 2008 قبل الـ .com bubble لما حصلت أعتقد أن لو فيه حاجة حصلت في أسوأ المال هتيجي من إعادة تقييم وإعادة تسعير بعض الأصول خاصة في الشق اللي هو علاقة بالتكنولوجي والـ AI أو الذكاء الصناعي يعني كفانيويشن فلما نيجي نبص على السايكل الحالية ونقارنها بالسايكلز اللي قبل كده على ما أنا أعتقد أن ده ممكن يكون أكبر عامل قد يؤثر على الأسوأ من ناحية تصحيح كبير ولكن كبيسكيت سيناريو أعتقد أن إحنا مجرد حنشة التزبزبات عالية انخفاض يتبعه ارتفاعي يتبعه انخفاض وده بيأتي بفرص استثمارية وفرص الربحية بشكل كبير لكل المتعملين يعني النص الأول من العام بشكل عام يعني كان فيه مشاركة أكبر من المستثمرين الأجانب كان فيه مشاركة أكبر من الانستيوشنز كان فيه شركات جديدة وفرص وعيديات جديدة في السوق تروحات أولية وثانوية كتير جدا حتى خارج السوق إمان إيه اكتيفيتز أو اندماجات واستحوازات أنشطة كبيرة جدا وبالتالي السوق كان فيه زخم اتجاهه بشكل عام كان سعودي بمع بعض التزبزبات أعتقد أن التزبزبات هتستمر فيه الرابع الرابع إن لم يكن يعني كمان تزيد حدتها شوية ولكن بشكل عام لما بنشوف على الفرص اللي موجودة شفنا قطاع الاستهلاك في المملكة العربية السعودية بدأ يعكس النمو المتوقع في البوبيوليشن أو في نسبة نمو السكان الانفرستركتشور بوجيكس اللي بتحصل المشاركة أكبر من جميع أطياف المجتمع في العمالات الاقتصادية فبالتالي كل الفندامنتلز اللي بغيرت دي بدأنا نشوفها ابتدت صحيح في الأول في القطاع البنكي وبعد كده على القطاع الاستهلاكي وده حيانمو يعني فيه قطاعات كتيرة ما زالت في السوق السعودي ما زالت لم تشهد الارتفاع بالشكل اللي يعكس القدرات الأساسية لها فبالتالي احنا متفقلين بشكل عام بأداء السوق السعودي مع التزبزبات بالنسبة للمتعملين في السوق المال وبالنسبة للشاف في سايكلز كتيرة قبل كده وبتاع التزبزبات ده شيء صحي وإيجابي طالما ان احنا في القطاع الصح وطالما ان احنا فيه بالاستراتيجية المزبوطة ما زال فيه في القطاع الاستهلاكي فرص كبيرة في الشركات خاصة قطاع التجزئة من ضمن الثيمز اللي احنا بنبص عليها الكونسوليديشن في قطاع التجزئة ده هيحصل فيه كذا قطاع الحياة في المملكة العربية السعودية لازم يحصل له منها قطاع الماتيريالز مثلا ومواد البناء وايضا في قطاع التجزئة فدي فرص كويسة من ضمن برضو القطاعات هو النقل قطاع النقل والنقل البحري ده قطاع مهم جدا وواعد جدا اللي احنا شايفينه النهاردة كسبوت ريتز في الشيبينج بشكل عام حيتم انعكاسه ايجابيا جدا على ارباح الشركات وطالما التقييم معقول والتقييم مزبوط اعتقد ان هيبقى فيه فرص كتيرة في هذا القطاع برضو من ضمن القطاعات اللي بتستفيد دايما مع خفض الفائدة قطاع اليوتيلتز او القطاعات اللي هي بيبقى فيها ييلز او توزيعات ارباح اكتر فقطاع اليوتيلتز فيه فرص كتيرة فيه large caps دي طبعا اعتقد ان هي كاسعار النهاردة بتعكس القيمة الحقيقة ولكن فيه فرص اصغر لا تعكس قيمة الحقيقة وهتكون فرصة كويسة ان شاء الله في الربع الاخير والنصف الاول من العام القادم فيه خطاعات كتيرة الحقيقة في المملكة لابد من النظر اليها بدقة يعني انا اعتقد ان السوق قادر على استيعاب المزيد والمزيد من الترحات هو اكبر سوق في المنطقة والاهم اعمق سوق في المنطقة وبالعمق اعتقد يعني بقعني بالعمق هو تمثيل عدد اكبر من الانشطة الاقتصادية في البورصة فبالتالي financializing the economy اللي حصل فيه المملكة العربية السعودية ده بيفيد جميع الاطراف وبيصب فيه الكور بتاعة vision 2030 او رؤية 2030 وهي التنوع الاقتصادي والخروج من عبائة النفط الى انشطة اقتصادية متعددة اعتقد ان علشان يحصل ده لازم يبقى فيه financial market قوي جدا والاهم من الاكوتي كمان اللي دهت ماركت في السعودية وبالتالي اتوقع المزيد من الطروحات اه واتوقع ايضا المزيد والمزيد من او ادوات الدين طروحات او ادوات الدين فالاكوتي ولدت في السوق مؤهلين بشكل كبير انهم يزيدون وما تقلقش على السيولة لان السيولة ما زالت يعني فرصها اكتر وهو عموما saving opportunities او saving tools في المملكة مش كتير وبالتالي يمثل سوق المال احد الفرص الاليالة اللي ممكن يعتمد عليها المتعملين في الاسواق المال بشكل عام اخر حاجة كمان عايز اقولها في النقطة دي ايه الاجانب الاجانب النهاردة 20-25% من الdayly floor احنا شفنا السعودية من كم سنة في اتكان الريتيل او استثمالي الافراد كان بيتعدل 90 من 90-95% من التعملات فالسوق النهاردة اكثر مؤسسية والاجانب بعامل رئيسي النهاردة في ضخ السيولة having said that لو احنا بنتكلم على الاجانب بالنهاردة الوزن السعودية في المؤشر 4.5% الاجتف مانجرز او اللي ليهم الاختيار انه يستثمر او لا مش سندوق المؤشرات دول 1.5% فقط فبالتالي في فرصة كبيرة للمزيد والمزيد من التدافقات النغضية او الاستثمارات الاجنبية اللي هي تيجي على السوق السعودي فانا مش قلقان على بشكل جبير بالعكس انا اعتقد ان علشان الرؤية تكتمل وعلشان يبقى في فرص تخارج وفرص مشاركة اكتر من القطاع الخاص ومن كل اللاعبين الاقتصاديين اعتقد ان طروحات اكتر هنشوفها وده حيبى شئ ايجابي جدا للمملكة العربية السعودية ان شاء الله